مشاهدين للتعليق حول أداء الأسواق العالمية ينظم معنا عبر الأقمار الصناعية من لندن الخبير الاقتصادية دكتور ناصر قلوون أهلا وسهلا بك دكتور حياك الله أهلا بك دكتور بداية نبدأ مع الخبر الأبرز لجميع الأسواق وهو قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام برأيك كيف تتوقع أن يكون تأثير ذلك على الأسواق نعم أولا أود أن أهن قيادة المملكة وشعبها باليوم الوطني ثانيا نعم رفع وهذا متوقع لمستوى الفائدة الأمريكية له انعكاسات كبيرة أولا يقوي ساعد المستثمرين الأمريكيين الآن يقومون بغزو استثماره في أوروبا شركة كومكاست الأمريكية تستحوز على بقية حصة في شركة سكاي التلفزيونية اندماجات 50 بليون دولار في هذا الشهر 3.2 تريليون دولار منذ أول العام للآن رغم الخوف من الحرب التجارية نظر الحرب التجارية العالمية لكن أسواق الأسهم لا تخاف من ذلك وبالتالي هي مزدهرة لكن الانعكاسات الأخرى على رفع أسعار الفائدة هي جذب الاستثمارات كذلك إلى الولايات المتحدة من الأسواق الصاعدة وهذا نزل خطر نرى نوع من مشاكل أرجنتين عملتها تركية وأندونيسيا والهند حتى وبالتالي برأي صنع القرار الأمريكي حقق ما يريده من ازدعار على الأقل في المدى القصير في القطاعات الأمريكية خفض مستوى البطالة لكن برأيي هناك نوع الأمور الأخرى قد يتبعها رفع أسعار فائدة هنا في بريطانيا المخفضة جدا 0.75% والاتحاد الأوروبي بما يعني نهاية سياسة التسييل الكمي وربما سباق الآن اقتصادي في العالم نعم إذن دكتور أنت تتوقع بالفعل أن يكون هناك تأثير مباشر لرفع الفائدة على الحرب التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة أنا كنت أتوقع أن يحصل لكن المستثمرين لا يخوفون من هذا الأمر سيحصل هذا الأمر تباعا بالطبع الآن أرى نزر خوف من استثمار في الصين وجل وكبح جماح الاستثمار الصيني غير المحسوب يقال له غزو استثمار الصيني في أفريقيا في أمريكا في أوروبا والآن أرى نوع من كبح له عبر الأمن القومي هنا في بريطانيا والولايات المتحدة سنراه تدريجيا برأيي تتراجع الاستثمار الصيني في الخارج لكنه لن يتراجع في أفريقيا القومة الأفريقية الصينية مؤخرا برهنت هذا الأمر نعم بالحديث عن أسواق النفط نجد أسعار النفط تحقق ارتفاعات جيدة برانت يتداول عند أكثر من 82 دولار للبرميل طبعا كل ذلك مع قرب العقوبات أو تنفيذ العقوبات الجديدة على إيران ما هي توقعاتكم لحركة أسعار النفط وهل لارتفاعات الأسعار هذه تأثير كذلك على الحرب التجارية ما بين أمريكا والصين نعم بالطبع ارتفاع الأسعار بشكل كبير يؤثر في النمو العالمي لكن في المدى القصير الآن يجب أن تقوم الأسواق بالتعويض سئلت وأجيب أن المملكة العربية السعودية تقود أوبيك بالتفاهم مع الشركات الآخرين روسية بالرغم من امتعاد أمريكي لكن أوبيك لا تريد رفع الأسعار تريد ضبط الإنتاج وبالتالي هي تدافع عن مصالحها وهذا مشروع لكن برأيي هناك بعض التناقض في الموقف الأمريكي هو يريد خفض الأسعار ولكن بنفس الوقت التوتر السياسي وفرض العقوبات على إيران يؤدي إلى رفع الأسعار حتى يستقر السعر عند مستوى متوسط وأرى الفرق الآن 10 دولار ما بين برينت وغرب تيكساس وبالتالي ستستقر الأسعار فيما بعد مع تعويض النقص الإيراني خصوصا لمنطقة جنوب شرق آسيا كل الشكر لك من لندن الخبير الاقتصادية دكتور ناصر قلوان شكرا جزيلا لك